للنظام الرقمي إزاي ده ممكن يكون وفر على الممول أو حتى إزاي دعم فكرة حصول الدولة على كافة مستحقاتها الضربية يعني هو النظام الرقم هو دولة أول حاجة الإقرار يعني الإقرار الإلكتروني دولة كان الأول بيقدم الإقرار ورق دولة دولة بيقدم الإلكترون وبيسدد الإلكترون في التاولات كان الأول ممكن بيديني شيك الشيك ده ممكن أقدمه للبنك ممكن يكون مفيش رصيد يترفض ممكن يكون فيه أي خطأ مادي أو خطأ كتابي بيتم رده فبالتالي لا يتم تحصيل الضريبة في التاول اللحظة ولكن السادة الإلكتروني من خلال كارت ميزة أو من خلال التحويل البنكي مجرد منه بيعمل التحويل البنكي بيخش التحويل في البنك بيتم تسميعه في نظام الحساب المركزية لهزارة المالية فبالتالي بيتم تحصيل الضريبة في التاول واللحظة فكده الأمور انضبطت بشكل غير طبعا فيه ضبط كامل طبعا حضرتك أن هي ليست وزارة المالية فقط لغير ولكن جميع أجهز الدولة بيتم تحولها من النظام الورقي إلى النظام الميكانة فبالتالي هناك ربط بين جميع القطاعات أو أجهز الدولة يعني أننا عندنا ربط بيننا وبين الجمارك عندنا ربط بيننا وبين ضربة العقارية عندنا ربط بيننا وبين السجل المدني في الرقم الخاومي فبالتالي لما يجي لرقم خاومي أن هناك تاجر ويتم البحث عن رقم ملف وليس له ملف هو رقم واحد كده رقم واحد فبالتالي بيستطيع الممول عنده وعي طبعا ويمكن أن أول مادة أو القانون في جمهورية مصر عربية يصدر ليه باب بحقول والتزامات الممولين هو القانون اللي صدر زي ما قلنا في البداية أن هناك تعديلات تشريعية صدرت من الدولة كان هو قانون الإجراءات ضربية الموحدة أنه أول مادة في المادة ثلاثة بتدي حقوق والتزامات الممولين أول حق الممول أنه هو نشر الوعي الثقافي له من خلال أجهزة الإعلام المختلفة سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقرؤة طيب بالنسبة للكورونا نقول السنة كانت صعبة على الكل إزاي حضراتكم برضو ممكن تكونوا سهلتم من الإجراءات المتبع على الممول بشكل عام أين كان موقعهم طبعا دي كانت برضو زي ما برضو عندنا تعليمات أو رؤية زي من أشارت الحضرات من قبل رؤية من القيادة السياسية قيادة السياسية أنه كان فيه رؤية منهم أنه هو حل الخلافات بين الممول ومصطع ضرائب قبل الوصول إلى مرحلة التقاطي قبل الوصول إلى مرحلة إذن أننا عندي تعليمات رئاسية وتنفيذ من قبل مصطع ضرائب لذلك لو أن يتم تنفيذ الرؤية للقيادة السياسية بكل وضوح وكل شفاة أن أنا بنفذ الرؤية بالتالي أصدرت قوانين معينة أصدرت قانون 79 سنة 2016 ومديته من سنة 2016 لغاية دلوقتي معمول به بيتم الفصل في النزاعات طبعا إزاي حضراك يعني هنجيب الضريبة وكلام ده أو أن أنا بحل كلام ده طبعا أنا لما بدي طبعا جاتت الشعاعات جديدة جدا في 2020 شجعت الممول أنه هو يقدم ويقدم الإقرار الضريبي ويتم التقدم لمصطع الضرائب المصرية بعمل لجنة داخلية ليستفيد بنسب التجاوز الموجودة أصدرنا قانون 173 لسنة 2020 عفينا الممول من 100% من الضرائب دي في أزم الكورونا عشان حضراك سألتني ده السبب اعفاء بنسبة 100% 100% من مخابة تأخير إذا كان سدد الضريبة قبل 16-8 2020 إذا سدد الضريبة خلال 60 يوم من 16-8 لمدة 60 يوم بخفض له مخابة تأخير بنسبة 90% إذا سدد خلال 60 يوم تالية بخفض له مخابة تأخير بنسبة 70% إذا سدد آخر 60 يوم اللي هما كان نهيتهم 15-2 من الشعار الجاري كنت بخفضه مخابة تأخير بنسبة 50% هل الإجراءات دي مكملة؟ لا ده قوانين ده قانون كان موجود لأزم الكورونا طب إيه تاني فيه قانون تاني موجود إن إحنا خفضنا له مخابة تأخير بنسبة 30% وخفضنا مدة احتساب مخابة تأخير من 5 سنوات لتلات سنوات دي كان برضو كانت موجودة في أزم الكورونا رفعنا له زي ما حضرتك أشرت عشان في أزم الكورونا رفعنا حد الإعفاء بالنسبة للممول الشخص طبيعي من 8000 إلى 15000 رفعنا الإعفاء الشخصي للموظف من 7000 إلى 8000 إلى 9000 آسف ورفعنا له الشريحة الموفاية من 8000 إلى 15000 يعني أنا رجعت للموظف زودته إعفاءات بنسبة 60% ده كان كله في أزم الكورونا